اشتركوا في القناة وشنو سلبيات الضغوطات النفسية لما تراكم على عامة الناس رح يكون لنا عدة وقفات في هذه المحاور وبمحورنا الرئيسي رح نتعرف أكثر على هذه الأمور وخصوصا مع انتشار ظاهرة العنف والمخدرات في الآون الأخيرة رح نتعمق أكثر مع ضيفتنا الأستاذة عزيزة الحداد مستشار تربوي وتعديل سلوك مساتش الله بالخير وحياتش الله يا أهلا الله يبسيك بالويرد والنور ويمسي المشاهدين وشكرا على هذه الاستضافة وإن شاء الله يا رب نقدم كل ما هو مفيد للمشاهد أكيدوا يعني في البداية بدنا نستفيد منك ونتعرف أكثر على شو المقصود بالضغوطات الضغوطات أو شيخا ناخذ أربع محاور أساسية للضغوطات في ضغوطات بيئية نسبة الحرارة الزايدة تسبب ضغوطات الإغبار والرطوبة الخنقة أي نوع من الأشياء الطبيعية البيئية تسبب ضغط حق الإنسان في شيء ثاني هي ضغوطات الجسمية إنه عنده إعاقة معينة ما يقدر يتعامل مع شيء معين يدوخ تعبان مريض فيه صحته فيه تسبب نوع من الضغوطات فيه ضغوطات اجتماعية هي الطلاق وحتى المشاكل السياسية واللي على أي شيء أي شيء يأثر على الإنسان تسبب له نوع من الضغوط ممكن أنا بعيدة عن السياسة لكن أسمع 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 يسبب لي ضغط وتوتر داخلي وفي النوع الثالث الرابع غزدي هو الضغوطات الداخلية إش كثر أنا أنعشها أو أنا أموتها أو أنومها الفكر اللي داخلي لو هذا القلاص كم تقريباً وزنه 100 جرام 200 جرام تقريباً لو أنا أمسكها شذي مدة ساعة شي صير ضغط على الإيد ونفس الوزن ما تغير صح لو أمسكها عشر ساعات إيدي ش راح يصير فيها راح تتعب زيادة لو أمسكها يوم كامل وهذه كلها يعني خنقول تنعكس من خلال الضغوطات النفسية نفس الفكرة نفس المشكلة نفسها نفسها ما كبرت ولا صغرت لكن أنا شايلتها فتضخمت فعندنا مشكلة لما يوصل الإنسان للانفجار لأن أساس المشكلة البسيطة وهو ما حلها وهو ما تفاهم معاها أو عند المثاليات ساعات يكون ينفجر لأنه يبقى كل شي مثالي أو ما كان يعرف يقول لا انحط في موقف ما قال لا فسبب له ضغوط قلت لك يا الله قومي تعالي نسوي الموضوع الفلاني وانتي عندك شغل وعندك أشياء وعندك مهام لكن انتي استحيتي تقولي لي لا فدخلت في ضغط زايد فهذه الضغوطات خلينا من البيئية خلينا من الاجتماعية خلينا من الجسمية خلونا نركز على الضغوطات الداخلية اللي بسببها الإنسان يلجأ للمخدر يلجأ حق أشياء غير صحية ويدش فيه متاهة ما يطلع منها بس قبل ما نتعرف أكثر عن هذه المتاهات اللي ممكن الواحد يدش فيها بدنا نرجع للضغوطات الداخلية ويعني نشوف في الآونة الأخيرة أنه صارت مثل شماعة يعني أي موقف صار سواء عنف أسري أو حتى جراء من القتل اللي يقولون لكانت ناتجة عن ضغوطات نفسية أو ضغوطات داخلية هل هذا الكلام فعلا صحيح؟ أول شيء كل جريمة كنا نعول عليها قبل شي نقول أنه هو مريض نفسي ومو كل مجرم مريض نفسي للعلم في مجرم ينولد عنده نزعة إجرامية بس الأهل ما ينتقون حق هالموضوع ينولد أنه عنده هذه النزعة من صغير ينتف الكتكوت عنده نزعة إجرامية بس الأهل مفاهمينه فيقولون أنه هو شيطان ممكن يكون بالجينات ونادرا جدا فيه سبب الجريمة أن هذا الطفل عايش في أسرة متنمرة فيها قسوة فيطلع الكفت من القسوة الداخلية اللي عنده بأنه يلجأ إلى الجرائم أنه يسوي جريمة بره بسبب التربية بسبب القسوة فيه رقم ثالثا عندنا الشخص اللي يلجأ للمخدر عنده مشاعر ما يعرف يتعامل معها عنده خوف زايد عنده قلق زايد ترى مو كل شخص طاح بالمخدرات معناته هو منحرف سلوكيا وليجأ للمخدر فيه ناس كانت تستخدم الدوى غلط لين أدمنته فيه ناس طيحوهم ربعهم بدون ما هو يدري سالفة أخذ الحلاوة مرة مرتين ثلاثة ويخاف يطلب المساعدة فيه ناس طاحت بالمخدر لأنه عندهم مشاعر داخلية وما تقدر تسكتها فيه أصوات فيه أصوات داخل عقله توجهه بعض المخدرات اسمها مؤثرات عقلية يعني أنا قاعدة أشوفه تشتي قائمة بتقتليني العقل يصور له أشياء يصور له شخصيات وأساسا اسمه مؤثر عقلي فينتج من هذا الموضوع جريمة خاصة الجرائم حاليا من صلة الأرحام أم أبو أخو أخت معناته أن الضغط النفسي بادي من البيوت أيضا من مسببات الضغوط النفسية الفراق البطالة العب المادي لما يكون هو ماديا يدش البيت الزوجة تطلب والعيال يطلبون ومن يبون يبون هو ما يقدر يوفر فالعب المادي يؤدي أنه يلجأ للهروب الخاطئ يتجح هذا الاتجاه يعني وايد في مشاكل عندنا الأسباب السياسية الأسباب الاقتصادية الأسباب النفسية أسباب جينية هذه كلها تؤدي إلى جريمة كل هذه الأسباب استاذة عفونا على المقاطعة لكن كل هذه الأسباب وين يقع أو أين تقع ظاهرة المخدرات بينهم يعني هل ممكن تطلع في أي وقت مثل ما قلته يعني ممكن تكون من صديق أو ناتجة عن الضغوطات النفسية فشلون الواحد يعرف في تعامل معها خصوصا أنه منتشرة بكثرة وإيه مثل ما قلته قاعد ينتج عنها العديد من الجرائم نعم أول شيء عشان إحنا نحد من هالموضوع مشكلة المخدرات مشكلة عالمية يعاني منها الجميل ولما بالبعض يقول لازم نخط قوانين صارمة ما هو القوانين موجودة من طول العمر موجودة القوانين القوانين تخفف لكن لا تحد من الجريمة إذن شنو الحلول؟ الحلول أنه أنا ألجأ أنا مجتمع شبابي فلازم هذول الشباب اللي أنا عندي أولاً لازم يكون عندنا ثقافة ولا يزعلون مني البعض الإعلان اللي أنا أحطه بالشارع علشان أوجه المدمن إلى العلاج وأوجه اللي ما طاح بالإدمان إنه لا يطاح بالإدمان لازم الإعلان يكون مؤثر نحن ما تحط لي بحر وشمسية وواحد ما دئيدة أو أعبالي رحلة فيلجة المفروض أن هذا الإعلان يكلم مشاعري شفتوا لما يحطون ساندوش معين وانتي شبعانة تلتفتين للإعلان تروحين تشتريين منه لأنه هو أثر على العقل من ثانيتين بمجرد ما تسوين شي دي وانتي طايفة تقرين الإعلان فلازم نحط إعلانات تقرأ لازم أدرس الشريحة هذه شريحة الشباب شنو يبي يسمع مني شفتي بعض الإعلانات لما يقول هذا المنتج ما عندك في البيت وكلهم عندهم أنت شو ما حصلت على المنتج يلا تعالوا خذر هذه الحملات التوعوية ليش مو متواجدة بكثرة عندنا استاذة برايج؟ عندنا حملات لكن الجهود متفرقة لازم أنا لما أسوي حملة توعوية لازم أو شي فيها دعم رقم أحد عشان أنا بس تقطب شباب رقم أثنين لازم أكلم الشريحة الأساسية لازم ما رح يسمع مني رح يسمع مني نفسه بعدين لما أقولها تعال اترك الإدمان وتعال لي علشان شنو يسوي؟ سؤال تركت الإدمان عشان أشوف الإحباطات اللي أنا أمر فيها عشان تذكريني بالبطالة أنا ما أعطيهم مبرر لكن إذا أنا بس تقطبه لازم أحط له نشاط لازم عنده شغف مو أطفي فيه الشغف وأقتله نفسيا ويأقولها تعال اترك تعال لما يترك شنو بيسوي ما أنا لازم أنا أحتوي أسوي حملة بعد الحملة يلا أنا يا اتشافيت شنو لي؟ تعال احتويك يمكن أنني عمل بطالة يكون قاعدة عدود البطالة الأحباطات يطلع ترى الحين المدمنين مو بس الفاشل اللي راسب وطايح لحن في عندنا ناس واصلة لمراكز مدمنة أنت تعبتي على نفسك واشتغلته واشتهدته ودرسته ويأنا ما أحطتش بمكانتش المناسب أحطتش بالأرشيف أحباط ولا مو أحباط وضقت واشوف غير اللي أنزل مني راح مكان ثاني ما أبرر حق أحديني أنا قاعدة أقول مسكوا القضية صح لما أي أباحط أوعي لازم مو بس أوعي كلمة لا للمخدرات كلمة فاشلة بقمة الفشل وأثبتت فشلها لما أقولك لا تشوفين تفاحة خضرة مقرومة قاعد تشوفينها بعقلك العقل لا يستقبل لا فبالنهاية لما يأحد يحط إعلان لازم يخاطب العقل ما أخاطب العين أخاطب الفكر أخلي الشخص اللي قاعد يتعاطى بس يطالع الإعلان يقول إيه صح ليش أنا واقف هنا ليش ما أطلع شي ناديني شي ناديني أني أنا ألجأ أني أغير حياتي بالمقابل أني ما تعاطوا يعني نسبة يعني لما أزعل لما أسمع يقولون أن ما في بالمدارس عندنا إدمان عندي إحصائية تقول أنه بالمدارس ما في معنات أنت ما قاعد تشوف معنات أنت ما قاعد ما قاعد تدرس الحالة لأن هذين نفسهم اللي قاعد يوقفون عن باب المدرسة وهذين نفسهم عندكم حالات داخل المدرسة لازم يكون الأخصائي النفسي دارس قبل لا يطيح الشخص بالإدمان وبعد ما طاح بالإدمان ولما أطلع من الإدمان بس إذا الإحصائية تقول ما في لأنه ما في لا هذا شي مواقعي لا يزعلون مني إحصائيا أن أنا عندي صفر مدمنين داخل المدارس لا هذا مواقعي أبدا مواقعي إحنا مو مدينة فاضلة إحنا مو والكميات اللي قاعد تنصاد وهي داشة الكويت يعني هذا اللي نصاد يعني حسب تقارير الأمم المتحدة داش قبلها ثلاث كميات حسب التقارير لما ييني جبل من الحبوب المؤثرات العقلية تصيدة وزارة الداخلية يعني اللي داخل الدولة شكثر يعني اللي قاعد يمشون بالشارع معناته الحين أنت أمان بالنسبة بالشارع لازم أي واحد تسرق عليك والأي واحد يسوي حركة مستفزة أنت تسكت عنها لأنه يمكن مو بوعية وهل هذا السبب اللي خلى جرائم القتل أيضا منتشرة في الأون الأخيرة أكيد لما تصل الأم تقول ولدها بإزبالة وهو ميت هل هي أم طبيعية هل هي تملك عقل طبيعي هل هي عندها فطرة الأموم لما الأبو يي يقتل لما الأخو يي يقتل معناته الأقل مغيب معناته فطرة الإنسان الطبيعية اللي فيه تغيبت معناته أننا نواجه مشكلة لازم تتضافر الجهود ما يسوي حملة هني صغيرة وحملة هني صغيرة لا 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 لازم كلنا يعني دولة تعاني كل الدول تعاني ما بيقول إحنا لا كل الدول تعاني من مشكلة المخدرات ما عندنا إعلان واحد يخاطب عقول الشباب ما عندنا مراكز تعالج الآثار السلوكية بعد الإدمان بس شنو رايج في الخط الساخن اللي تم يعني في الأول الأخير الإعلان أنه ممكن أي شخص يعاني من هذه الأفة يتصل ويبلغ عن نفسه ويتم التعامل معه مو ك خنقل مجرم لكن كمريض متعاطي هو مريض فعلا هو مريض منتهى السرية نعم هو مريض لكن وين العلاج مركز الإدمان عندنا بالكويت يشيل أعتقد 240 سرير شيري منهم 70 سرير حق اللي عليهم قضايا دولة كلها بتشيلها 140 سرير هل تعتقدين هل هل علاج الإدمان بال20 يوم اللي أنا عرضه حق أني أنا أنضفه من السموم في جسمه هل شدي تعالج أكيد في متابعة لاحقا بعد العلاج في شيء اسمه منزل منتصف الطريق إذن هذا منزل منتصف الطريق بعد أنت ما عرضني حق 20 يوم أعراض انسحاب بتوديني من نفسي ما راح أروح بنحاش لا لازم هو ياخد قرار لا أنا الحين أقول إحنا وهذا من عندي أقول مفروض يعالج المدمن في الكويت بقوة القانون أنه هو بقوة القانون يدخل في المكان لاني العلاج من من 6 شهر لسنة ما في علاج إدمان بعشرين يوم ما في ثانيا لما أنا أعالج أو أسوي حملات أني أنا أنا بوقف مشكلة المخدرات يقولي مدمن متعافي يحطونه يقول أنا تعافيت شكرا لكم راح أوراه عشرة ليش؟ لأن العادي قال كات تعافة صار زين وهو فعلا فيه تعافي لكن المفروض المتعافي يوصل رسالة أن أنا انتكاست وتعبت وتمرمارت وأكثر من انتكاسة حتى تعافيت عشان الشخص العادي لا يروح يطيح بالإدمان بس أكيد هذه الرسالة قاعدة توصل من خلال التفاعل خنقول مع الشخص اللي كان خنقول متعاطي ولا من خلال عدة يعني منصات ولا أماكن أو حتى في دراسات تثبت مثل ما قلت هي أن التعافي موجود نعم فهذا الشيء لازم أيضا ينحط بعين الاعتبار ما تشوفين هذا الشيء المفروض لكن وين 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 لما أنا تعافيت الحين دشيت سمعت كلامك أنا مدمن ودشيت وتعافيت وبعدين طلعت حق الواقع أولا ثقافة المجتمع أنه أنت يوم الأيام مدمن الكل يحارب هني مشكلة وسي في سرية تامة لا 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 ما في سرية تامة هو سرية تامة عندهم بس لما يطلع بيتوظف بيروح الدوام عنده راح تكون عليه غضايا أكيد هو يوم كان مدمن أكيد كان عنده سرقات أكيد كان عنده مشاكل أولا لازم داخل المدارس نوضح حق الشباب أن نهاية هذه الآفة أول كان يقولون يا موت يا مصحة يا سجن الحين في شيء رابع مهم جنون ينوكل العقل الملوثات العقلية تسبب لشخص مجنون عنده جنون الأقل ننضرم فبالنهاية لازم تتضافر الجهود أنا أكيد في ناس قدمت وعطت عندهم جهود لكن لما أقول أنا في خط ساخن وهذا الصلح الخط الساخن ما يستقبل مدمنة حامل ما يعرف يتعامل مع مدمنة حامل بست سبع تشر إذن شنو الحل يعني حين شفنا الأشياء اللي تكون ناتجة عن هذه الضغوطات النفسية أو حتى خنقول تعاطي المواد المخدرة لكن ودنا نعرف يعني من وجهة نظر وشكونا مختصة في المجال النفسي وتتعاملين أيضا وفي عدد كبير وفئة كبيرة من المجتمع يعني شنو الحل اللي لابد غير التوعية يعني الخطوة التالية الأولى التوعية الخطوة الثانية الخطوة الثانية أو خصوصا نقدر أيضا نعتبر الخط الساخن نوع من الخطوة الإصلاحية نوعا نعم إصلاحية بس وين بعدها أنت شنو رأي وين بعدها رقم واحد يكون عندنا مراكز إدمان أكثر من مركز واحد لازم يكون عندنا بعد الإدمان بعد ما أنا عرضت حق عراضة الانسحاب ونظفت جسمه من الدوة يكون عندنا مراكز للعلاج السلوكي يعني مراكز معالجة الإدمان المعالجة هو علاج سلوكي بالنهاية لأنه راح يرجع لأنها عادة عندنا لأن الإدمان عادة سلوكية عادة سلوكية وبعدها بالنهاية عقله راح يرشده حتى لو تعالج وتحطين جدامي بيأخذ فأنا لازم أعلم لما يكون جدامك ما تأخذ عفوا ودي أعرف منش قبل ما تكملين نباجي النقاط يعني الشخص المدمن دايما متعارف عليه أن طبيعة شخصيتها تكون سيكوباتي أو تكون مدمنة هو شخص يعني مو شرط يدمن على المواد فعلا يعني عنده استعداد للإدمان إنه يدمن حتى على حوس يعني مو شرط على المواد المخدر يا يا جاوبتش كلنا كبشر لابد عندنا عادة مدمنين عليها كلنا فيه بالعقل مركز خاص للإدمان إدمان فيه ناس إدمان تجميل ناس عندهم إدمان أجهزة إلكترونية ناس عندهم إدمان الأكل داعي يسبب له ألم وسمنة وتعبان ويردياكل إدمان الكاكاو الإدمان موجود فيه شخصية الإنسان بالأساس لكن لما يوصل إلى هذا الإدمان فيه ناس عندها إدمان تحسين تحب تعدل كل شيء فيه ناس عندها إدمان نظافة فيه ناس عندها يعني فيه أشياء إيجابية تكون إدمان قراءة لكن إذا كان هذا الإدمان يسبب لي إن الشخص قاعد تدمر حياته يعني أول أول شيء اللي أتمنى أن يكون العلاج بقوة القانون من ستة شهر ليسنة لازم هذا أنت عندكم شباب عمارهم خمسة وعشرين ستة وعشرين يعني هذا جدام العمر وقع يتحول إلى شخص ثاني بعد العلاج أحتضنه أخليه يشتغل عشان يطلع بيزات يسدد الغضايا اللي عليه أشغله أحطه في مكان يشتغلون فيه وعندنا عندنا مجمينين متعافين داخل الكويت ووصلوا لنجاحات يمكن المفروض نتباهى فيها جدام الناس بس ليحين ما حتى تكلم عنهم حطوا لهم مزرعة قاموا يبيعون يستزرعون أسماك ويطلعون وين الدولة من هالموضوع؟ لازم نسلط الضوء على شنو بالضبط استاذا شنو شنو اللي لازم نسلط الضوء عليه بالضبط أول شيء مثل ما قلت التوعية تكون سليمة تخاطب العقل رقم واحد رقم اثنين لازم يكون إعلانات مستمرة أننا نستقطبهم ثالثا لما أنت قلت لي عندك خط ساخن معناته عندك علاج حقي معناته عندك مكان لي معناته أنت راح تمسكني وتعالجني مو أدق عليك وألقلنا الأماكن مزدحمة ما فيه رغم ثلاثة وهل هذا فعلا يعني يعني عندنا تقريبا خنقول على كلامهم ما نقول على كلامي أنا كلامي يقول غير لكن احنا نقول على كلامهم عندنا ألفين لعشرين ألف مدمن خنقول هل مستشفى ميتين وخمسين سرير يشيل عشرين ألف مدمن أكيد لا بس هم ما رح يكونون متواجدين كلهم في نفس وليس لازم أنا أحطه من سنة من ستة شهر لسنة عشان يتعالج خلونا واقعيين ما في علاج إدمان بعشرين يوم أبدا ما فيه وبعدين زاهم الله خير ليسووا منزل منتصف الطريق لبعد الإدمان حق الشخص كم واحد يتسرب منه ويروح عشان تشريق لنا احنا دولة صغيرة مو كبيرة مو ولاية احنا دولة نقدر مو عندنا ولايات انه ينحاش فيها ويروح مني معنات أنه أنا أأسس وحدة من الجزر وسويها مركز علاج إدمان ويبناس مختصة في علاج الإدمان وبعد ما يتعالج بعد السنة أنا أوفر له وظيفة ووظفر له حياة كريمة عشان لا يرجع مو لما يتعالج يتفاجأ في مجتمع محبط ومجتمع يخاف منه وبالنهاية ما سوينا شي بيرجع حق الإدمان كم انتكاسة بانتكاسة تمر كم شاب طلع راح يدرس برا ورجع لنا مدمن بس احنا نشوف عفوا أستاذة عزيزة عدد كبير من الديكاترا المختصين أيضا في هذا الموضوع واللي يعني أكيد عندهم دراساتهم يستندون عليها ويطفونها أيضا مع خنقول للمتعاطين يقولون أن نسبة نجاح عالية تكون ويكونوا مراجعين عندهم فعلا قتلك عندنا متعافين بالكويت والمفروض نفتخر فيهم أنا قتلك الكلمة وبروحهم من نفسهم راحوا وسووا ومزرعة وقاموا يسددون ما أتلفه الإدمان لكن أنت عندك بنات الباجي يعني قصدتش مركز علاج الإدمان نسبة البنات اللي موجودة أنا يريت يعني بالحصائيات قليلة جدا تدريش كثير عندنا بنات مدمني في مو شرطة هي راحت للإدمان أو إيه عندها الحراف سلوكي يا أما طاحت وخذت الدواء غلط يا أما في وحدة شرط شاي شاي اللي بيعونا بالإستغرام وطلع فيه نسبة إدمان فيه نسبة مخدر وأدمنت وهي كانت وحدة واصلة وعندها شهادة وعندها كل شيء طاحت بالإدمان ويا ما تدري فيه ناس طيحوا خواتهم طيحوا أمهم طيحوا أبوهم بالإدمان فمعناته أن أنت قاعدة في البيت واحد طيحني بالإدمان مو شرطة أنا كمدمن أنا مجرم بنهاية أنا مريض أنا طح لا أوه راح لا يعني شون هو مريض مريض راح أوه مريض أنت الشخص العادي اللي عندك وعي مستحيل راح تركض ورا شيء يغيب لك وعيك مستحيل أن أنت راح تروح وتقول يلا أنا بروح أصير شوي مدمن ويكم أكيد ما فيها الحاجة لكن أن أنا لما أبدي أبع أسس ليش عندنا مراكز تجميل مستشفيات إش كثرة عندنا خاصة في الكويت ليش ما عندنا مركز إدمان خاص بالكويت تدرون تشم واحد يبي يقدم وما ياخذ الشروط فوق المعقول ليش ما عندنا مركز علاج إدمان خاص داخل الكويت ليش هني السؤال هذي حطها عليها ألامة استفام ليش ما عندنا ليش أولاد عندنا شباب يقولك أكثر الانحرافات تقلل الانحرافات السلوكية عند الشباب في الدول اللي تكون بحرية مسكي خط البحر كله فيه نشاط حق الشباب في أحد ما استقطب الشباب في أحد ما تبني الشباب في أحد ما مقدم شي حق الشباب الله عافي هم يسوون موراثونات ولا شيء تلقون الشباب يروحون عندهم طاقة عندها طاقة شبابنا يا متكودين في النوادي ويقززون بهالأبا يا بناتنا متكودين في الكافيهات وقاعدين شنو عندهم الشباب يسوون بالنهاية لما يكون عندها بطالة زايدة وبعدين الأعباء المادية إحنا شعب مترف شئنا أم أبينا إحنا شعب مترف ما عشنا مثل ما عاشوا بعض الشعوب لا تيني نص الطريج وتقص عليه الخط ومرة واحدة يصير عندي أعباء مادية ويصير عندي ديون وارفع راسي ألقى نفسي أن أنا وسط ديون وممكن أن أنا متعرض حق سجن فبالنهاية دوري كأنا كمسؤولين ابدوا استقطبوا الشباب حلوا مشكلة البطالة حلوا مشكلة الفراغ أسسوا مراكز تأهيلية مو شرط يطيح بالإدمان عشان أنا عالجة وبعدين لما يسوي شيء غلط ما أخذ قطة السجن طيف إشارة أعطي مسؤولية اجتماعية أدخل دوره كيف يكون مواطن صالح ليش أخذ قطة بالسجن شنو استفدت كيف يكون مواطن صالح أتوقع هذه يعني راح تكون مناسبة لكل الأعمار ولكل الفئات ومو بس الشخص الأشخاص اللي يقعون في الخطأ لأننا نشوف وايد مثل ما قلت يعني على مر السنين صار الواحد مخم برمج بطريقة معينة قد تعتبر صحيحة في بعض الأحيان لكن هي في الواقع خطأة فالواحد لازم يعيد برمجة هذه المبادئ وهذه الأفكار بحيث يصبح نقول فرد فعال وصالح في المجتمع وبعدين نحن عندنا مشكلة بعد نحن لا نعرف نتعامل مع مشاعرنا اللي عنده يعني واحد من المتعاطين تعرض حق خزي حالة خجل فما قدر يتعامل مع مشاعره فرفيجة طبعا كالعادة اخذ هذا وتنسل لأن هذا الشي يغيب المشاعر فطاح بالإدمان لازم داخل مدارسنا في مناهجنا نعلم الطفل كيف يعبر عن نفسه كيف يتكلم عن شيء يغضبه القلق الخوف الألم هذه الأشياء لازم نأسسها وبعدين جزئية الأمان في هرم موصل وبعد الاحتياجات الفيسولوجية يبعدها على طول الأمان إذا أنا اختل عندي الأمان ما أقدر أرتفع لتقدير الذات وأكون إنسان صالح في المجتمع وبعض الأمهات هي تأسس الخوف في الولد أو البنت يعني بوه حرامي يعني أنا مختصة في تحليل رسوم أطفال أغلب الرسوم الحالية يمكن المشاهد يشوفني كلها وحش وزومبي وأشياء غريبة قاعد يرسمونها على الرغم أن الطفل بطبيعته يرسم التفاؤل فهذه تنعكس على البيئة نعم لأن أول نحن على جيلنا كان في هايدي وفلونة وأشياء تأزز الطفولة الحين لما تطالعون الأشياء اللي تابعونها عيالكم شنو كلها وحش وزومبي وقتل قتل للقتل يعني اللعبة هي قتل للقتل فهذا كلها عبالكم ما رح يتبرمج الطفل ويتأثر يتأثر مليار بالمية مو مليون فبالنهاية لما نحن نتضافر الجهود وكأسر وكأعلام وكميديا ونقدم شيء حق عيالنا نقدر نوقف على ريوننا من يديد أكيد أستاذة عزيزة يعني كل هذه النقاط مثل ما قلت راح تأدي إلى يعني ازدهار وأيضا تغيير مفاهيم يمكن هي يديدة علينا إحنا لكن الجيل اليديد تعتبر هي الطريقة الوحيدة اللي متعودين عليها فكل كلام في محل وكالعادة منورتنا في الستيديو صراحة ما أود أختم معات دائما تعطينا المواضيع بطريقة مختلفة ومن منظور علمي ومختص شكرين تواجدت معانا اليوم في الستيديو نشكر ضيفتنا عزيزة الحداد مستشار تربوي وتعديل السلوك راجعي لكم من بعد هذا الفاصل نستكمل معكم باجي حلقتنا من كويت اليوم خلكم معانا راجعي لكم